قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظفوا أفنيتكم معناه عام نظفوا كل ساحة من خلال هاتشارية علاش حتائق وأماكن العامة في دول آخرين نظيفة وخلابة ما تشوف أوراق مثل القميكات علاش كل شيء منضم عندهم علاش لما تدخل أماكن العامة عندهم لا صراخ لا غضب لا سب لا شتم لا خصومات لا تحرش لا تبرقيك كراسي ديالهما مهرسين ما مخبوشين بل أكثر من ذلك لا حارس لا أساس أما احنا الدول العربية فاللهم سلم سلم وسخ أوراق علاب في كل مكان الكراسي من حادث مصنوعين من الإسمنت تلقاهم هرسين أو مقلوعين البشر صراخ صراخ غضب سب شتم اللي جت في الدول يلقيها على الأرض فين هو الخلال واش فين عدم القوانين المنظمة لذلك أو القوانين كينة ولكن ما كينش تطبيق ثم نطرح سؤال آخر واش نقصنا التربية أو خصنا إعادة التربية آش خصنا كل واحد الجاوب عنده وينطلق من نفسه لعل الله يصلح هذه الأمة خصنا خصنا الشخص بالحديث ترجمة نانسي قنع